دايما التصريحات اللي بتيجي بعد أي مباراة وده حاجة سبتة في كل الأحوال بتديك مؤشر أو بتديك رسائل اللعيبة أو الفرقة استعدادتها إلى المباراة القادمة فالنهاردة كل التصريحات راحها في اتجاه واحد بس آه عملنا خط خدنا خطوة مهمة طبعا وده أكيد حاجة احنا شايفينها ولكن ما حسبناش التأهل الحاجة دي كانت تصريحات كولر مستر كولر بعد المباراة قال إن احنا كسبنا فوز مهم أو فوزنا على فريق سيمبا طبعا أكيد ده فوز مهم جدا ولكن لم نحسم التأهل دي تصريحات مستر كولر وكمان قال إنه الفوز ده جه وإحنا بنلعب في ملعب سيمبا التنزاني بن يمين مكابي بالعاصمة التنزانية دار السلام وجه في ظروف صعبة التصريحات كلها حتى سامي كابتن سامي أمسوان لما شفنا تصريحاته قبل لحظات برضو ماشية في نفس الاتجاه كان فيه صعوبات أه كان فيه صعوبات أهمهم درجة الحرارة والرطوبة إحنا النهاردة في الشتاء تنزانيا إنك درجة الحرارة عالية ورطوبة عالية إنت جسمك يعني بياخد وقت على قليل 3-4 أيام عمال ما بيتأقلم على الوضع نهاردة إنت دي أول صعوبة قبل تكسوبة الإجهاد لعيبة خلاصة مع المنتخب ملحيتش استعادة استشفاء نهائي مطش النهاردة بكرة سفر رحنا على مباراة صعبة جدا تاني حاجة أو تلت حاجة من الصعوبات اللي قال عليها مستر كولر الفريق جامد الفريق قوي وده ألف به أن إنت لازم تحترم خصمك والفريق يعني حالته كويسة من النسخ الحلوة السنبة التنزاني يعني من نسخ الفرقة الفرقة فايقة أو الفرقة شكلها حلو فالنهاردة كل تصريحات بستكولة إن إحنا كسبناها بس ما حسبناش التأهل حاجة كمان اللي قالها إنه كان سعيد جدا بأداء مجد أفشة يعني هو من تصريحاته إنه كان سعيد جدا بأداء مجد أفشة على المستوى الدفاعي والهجومي والنهاردة ده يعني أكبر دليل حتى العين المجردة والجمهور كان شايف ده كان شايف إن مجد أفشة كان من اللعيبة اللي لها تأثير كبير جدا ومارسر كولر كمان وجه كلمته الجماهيري النادي الأهلي قال كمان طبعا يعني بشكرهم اللي حرست أن يتكون متواجدة في الملعب ودعم الفريق في كل مكان بالعالم طبعا ده لمسه هو طبعا مستر كولر لف مع الفريق أماكن ودول كثيرة وشاف قد جمهور النادي أهلي بيكون موجود يعني في كل مكان وقال كمان واليوم تواجده في مدرجات استاد بن يمين مكابي متمنيا موجود الجماهير في مدرجات استاد القاهرة إن شاء الله يوم الجمعة القادم في مباراة الإياج واللي عايز أقول لكم إنه كمان يعني ده بيدل اللي احنا بنقوله كجمهور إنه إحنا لسه ما حسبناش التأه وإن دي كان شوت أول آه تلاقينا كاسبانين شوت أول ولكن عندنا شوت تاني مهم في استاد القاهرة يوم الجمعة القادم